اشتركوا في القناة 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 نقلب العمل مرة أخرى في القطاع القراشي نقلب العمود فوق العمود نقلب العمود فوق العمود نقلب العمود نقلب العمود نقلب العمود 1-2-3 ندخل ونخدمه عمود عمل سهل و بسيط فرق و هذا الثاني معمود نقلب سلسلة 1-2-3 على أساس عمود نقلب سلسلة 2 نقلب الخطار الكراشي ندخل في العمود الأول نقلب سلسلة 1-2-3-4-5-6 نقلب الخطار الكراشي مرة أخرى نذهب إلى العمود الأخرى نقلب سلسلة 1-2-3 نقلب الخطار الكراشي مرة أخرى 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 نقوم بتحديد العمل نقوم بتحديد العمود نقوم بتحديد العمل نقوم بتحديد عمر مختلف لايقظ ضعونا بلطفج خمسة نقوم بتحديد العمود والدعم العمود فوق العمود الأخير لتشد العمل تاما ونخرج دائما بسلسة واحد اثنان ونخدم عمود 30 عقم ثلاثة ندخل حكم العمل حتى يتشكل مربع دائما يعود مربعات في الأطرع وفي الواسط يكون العمل مرة نخدم مربعات فارغة مربع مستطيل مربع فارغ ومرة نخدم مربع فارغ ومستطيل مع مرينه بثمانية أعمدة ومربع فارغ وهكذا نبقى ونخدمه بهذه الطريقة ونخدم هذه المرحلة كامل نبقى نكبر فقط في العمل نعود نرجع لكم بعد ما كملت هذه المرحلة نخدم الجزء العلوي كما يكون بهذه الطريقة نخدمه الطل اللي نحبه نبدأ ونخدمه العمل الثاني نخدم المربع أو الصف هذا الأول والثاني نخدمه في الصف الثالث ندخله فيه ونحكم العمل نشد العمل المليح بالميسيغي ونبدأ ونخدمه سلافية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تنانية تسعة عشرة حدا عشر اثنى عشر ندخل في نفس المربع ونخدمه ثانية يعني نخدمها ساستة واحدة نزيده واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة نحتى عشر اثنى عشر ندخل في نفس المربع منذ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتنى عشر ندخل في نفس المربع كذلك نخدمه ميسيغي نزيده واحد اثنان تلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدة عشر اتنى عشر كما عادة شوف خدمنا نزيده واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة خدمنا هنا يا واحد اثنان تلاتة اربعة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر نرجع هنا يا نحكم العمل يعني نخدمه السناسب هكذا اخدمنا واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة يعني شوف اخدمنا هذه المرحلة الاولى من السناسب خلال خمس سناسب كما تقوم بداية العمل هنا بعد نكملنا هذه المرحلة ونتقل المرحلة اللي بعدها نقرب سنستة فيها واحد اثنان تلاتة نقرب العمل شوفي فهذه السنستة الاولى ندخل فيها ونحكم العمل ما يسيره هنا يا نقرب سنستة فيها واحد اثنان تلاتة لفو خطة الكروشي نبدو هنا ونعبدنا هذه السنستة الاولى نبدو نخدمه عمل اثنان تلاتة اربعة اربعة احميدة نخدم اسنستة فيها واحد اثنان لفو خطة الكروشي رحو مرة اخرى للسنستة اللي بعدها هذه السنستة ثانية نبدأ كذلك نخدم فيها عمود رقم واحد اثنان ثلاثة اربعة نزيد السنسة فيها واحد اثنان لفوا الخيط ونروحوا للسنسة ثالثة بنفس الطريقة واحد اثنان ثلاثة اربعة هو عمل سهل وبسيط جدا تقدري هذه المرحلة تخدميها بلون اخر بدل الابيض باي لون تحب بلسية وتقدري كذلك تخدمي هذا الموديل موديل بل كوتو بارلي وكاين كوتو متوسط شوية ديامسي مليح اثنان ثلاثة اربعة نزيد السنسة فيها واحد اثنان ونروحوا للسنسة الخامسة والاخيرة بنفس الطريقة كذلك عمود رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني شوف يجي معك الشكل كي معك بهذه الطريقة تبدأ هذه المرحلة الاولى والثانية بلون اخر اللي تحب به انتسية مغاير كي معك به شوفي رقب باش نتقل المرحلة اللي بعدها وش راح نديله نقلب العمل ونروحوا شوف يندخلوا في هذا العمود الاول ونتقدموا بالمون سريقة واحدة بواحدة فقط نحاكد واحدة اثنان ثلاثة غلطة اثنان ثلاثة اربعة نطلعه هنا يا شوف يسوا ما بصبرنا احنا من عندنا سنسألي فيها اه وانت نطلع بسنسا فيها واحد اثنان ثلاثة ننفل الخيط على القراشي ندخله فيها ونبدأ ونخدموا على عمود رقم واحد اثنان ثلاثة اربعة فيرفقة نخدمه كذلك سنستفيها واحد اثنان نرى الفراغ بين هذه المجموعة الأولى الثانية والثالثة ندخل في وسطها نعمل لدينا السلسلة اللي فيها وانتي ندخل 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 عمود رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة السلسلة فيها واحد اثنان نروح للفراغ اللي بعده كده بنفس الطريقة دائما نبحث نقلق ندخل عمودة ندخل أربعة عمودة وبين كلها المجموعة فيها أربعة والمجموعة الثانية فيها أربعة كان بنا تمسسة فيها اثنان كما عدد بنفس الطريقة واحد هذه السلسلة الأخيرة اثنان ثلاثة أربعة شوف العمود بها الطريقة هكذا نقص نقص في المربعة أو المجموعة أربعة أربعة ثلاثة نقلق العمودة مباشرة وندخل هنا في هذه العمود ونتقدمه بالمزرقة بنفس الطريقة هذه الأولية الأولة أو العمود الأول بعد عمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابعة بس طريقة نطلع بسنسة فيها واحد اثنان تلاتة نلفو الخيط وندخلو نبدأ ونخدمو العمود رقم واحد اثنان تلاتة اربعة نخدمو سنسة فيها واحد اثنان ونلفو الخيط ونروحو بالفراغ اللي بعدو نبدأ واحد لعمود رقم اثنان لعمود رقم ثالثة ولعمود رقم اربعة سنسة فيها واحد اثنان نلفو الخيط على القروش ندخلو الفراغ الثالث والاخر لعمود رقم واحد اثنان تلاتة اربعة نقلبو العمال ننتقلو الصف اللي بعدو نتخدم دائما بالمزيقة واحدة 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 واحد اثنان تلاتة اربعة نطلع بسلسة فيها واحد اثنان تلاتة ننضفو الخيط ندخله نبدأ نخدمو عمود رقم واحد اثنان 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 سنكمل عمود هذه الطريقة نكمل الصف نقلبو العمال نتخدمو العمود اثنان اثنان تلات والرابع نطلع بسلسة فيها واحد اثنان تلاتة ننضفو الخيط ندخله هنا في هذه الفراغ نخدمو اخر مجموعة وهي مجموعة فيها اربعة اعمدة هاكدا ونقوم نقوم بالعمل هاكدا في هذه المرحلة هاكدا يكون العمل بهذه الطريقة نبقى ونقصه في المربعات هنا كان عدنا خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد هنا بعد ما اخدمنا هذا العنقود هذا العنب كما هكدا يعني خلينا هذا المربع شوفي خلينا هذا المربع الأول فارغ والثاني ثالث خدمنا فيه لكي يكون العمل تانا ما تواصل بهذه الطريقة وش راح نديره شوفي راح نخلو المربع هذا شوفي بعد هذا الثالث نخلوه صحيح هنا كمنا نبدأ من حسبه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا ونعدنا الفارغ لقم ثمانية نبدأ ونخدمه على نصا او عقود العنب كما هذي الطريقة كما هذي اللي خدمناه نخدمه هنا يعني نكرر نفس العمل نعاد وش راح نديل كي نكملوا هذا ونكملوا المرحلة هذه من عقود العنب هكدا هنا في العوينة او في المربع رقم ثمانية نزيد نواصل بنفس الطريقة دائما كل ما نحب نكرر العمل ونكبره وش راح نديل نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني هنا يشوفي رقم ثمانية كذلك بنفس الطريقة سنخدم هنا عقود العنب هذيه او الانانسة كما تحب يتسميها يعني عادي نبس اتشابه هنا نخدمه العنقود هذيه الثالث ونقوم نخدمه بالنفس الطريقة كل ما كان عندنا على حساب الخزانة اللي عدنا او الرف اللي عدنا نكبر دائما نخله المربعات هنا في الواسط يكونوا سبعة وفي المربع رقم ثمانية نخدمه فيه دائما في البداية وفي النهاية نخله مربعين هكذا او صفين في البداية وفي النهاية يكونوا بش نقفلو العمل او نقفلو العمل ونقفلو العنقود الثاني وثالث نعرض نرجع لكم هنا بعد ما كملت انا شوفوا بعد ما خدمت معاكم العنقود الاول خدمت الثاني والثالث دائما تكونوا بنفس الطريقة هنا سبعة مربعات فارغين الثامن نخدمو فيه سبعة فارغين والثامن نخدمو فيه في البداية عدنا مربعين هنا عادنا مربعين ونحكموا هذه العنقود لكي نحكموا هدونا العناقيد مع بعضهم وش راح نديروا نحن نعمل معكم بالكوتو تأسلق هذا الخير تأسلق تقضيات خيري أي خير كما تحبيتها أنا سنخدم بهذا الموف وأنت خيري اللون نبدأ العمل نبدأ من الشيحة نبدأ ندخل هنا في المربع هذا الأول نبدأ هنا مربع الأول ندخل نقوم الغري نأمل الغري لتج corriق بشكل عمل نرى هنا راح نروحه مباشرة نعلم الأمر في السنسلة من البداية خطر لدينا فقط مربعين جميعا نبدأ هنا أربعة أحميدة ستنسل 1 , 2 , 3 ندخل في هذه الأعمود قائمة ندخل هنا نزيد ستنسل 1 , 2 , 3 , 4 ندخل في الأعمود ندخل في هذه الأعمود سوف نقوم بخموضة معجم fortunati نخرج ترجمة نزيل نقوم بخموضة 1.2.3 قام بخموضة عشرة نضع وننضخ وننضخ إلى الغمود نضع whether نزيل إضافة نكمل العمل بسلسة فيها 1-2-3 ونرحوا هنا ونعدنا نرى العمل الداخل هنا يخطر متدرج نزيده بسلسة فيها 1-2-3 ونعدنا الزاوية ندخل ونحمل عمل بضل نقوم بسلسة فيها 1-2-3-4 نقوم بسلسة فيها 1-2-3 نقوم بسلسة فيها 1-2-3 نستطيع أن تخيل اللو اللي تحبيه نقوم بسلسة فيها 1-2-3 نقوم بسلسة فيها 4 نستطيع غير مذهل ن ще워�ир بسلسة فيها 1-2-3 اجنادي مسلسة اجدسة فيها 1-1-2-3 الافل. تفتح لي الاعمال. نحب سهلية. نعود نرشها. نحن. لعمل جانا. نحن. نكمل العمل. نعود نزيد عوينة واحدة. سنستفى واحد اثنان ثلاثة اربعة. ندخل في نفس العمود ونختم. كما نزيد واحدة اثنان ثلاثة الروح الزاوية او العمود الاخير بنفس الطريقة. يعني العمل هنا فقط يختلف. واحد اثنان ثلاثة اربعة. واحد اثنان ثلاثة. شوفي كما طلعنا. شوفي بشكل متدرج هنايا. وهنايا دائما نكون العمل بادي الطريقة. استخدام الاستخدام الا conflicts in between 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 and between 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 best and both of the ingredients. تبد Quebec. بقول ا Oderfe. واحد. اثنان ثلاثة. وشوفيت ح SpaceX Unips. واجه اثنان ثلاثة. وانزيدنا ضدم ندخل decision. واحد اثنان ثلاثة. اا اربعة. واحد اثنان ثلاثة. اثنان ثلاثة. شوفي بجذرعنا بالتلحة. جول اثنان ثلاثة. نحبط كم ثلاث عامل نحبط الطريقة نحبط في هذه الطريقة نحبط حتى ننتقل ننقف لعامل الثاني نحبط الساوية موسيقى كما كان هناك النهائة فمسيق خمسي نحكمها كما نحكم في نفس الطريقة نضيفها واحد الاثنان نضيفها أموربع الأول تثالث الرابع نضيفها ثم ننتقل من هذا العنقود الأول العنقود الثاني ندخلها ندخلها 1 2 3 4 5 نشدها في السنسلة أولا هذه السنسلة ندخلها نحكم العمل بماء السياري نضيف سنسلة 1 2 3 نشدها في السنسلة القائمة نشدها في السنسلة بعد أن نحكم العمل نضيف سنسلة 1 2 نقلب العمل نذهب إلى السنسلة في العنقود الأول ندخلها نحكم العمل بالمونزارقة 1 2 نعود العنقود الثاني ندخلها نكمل العمل العادة فقط نحكم العمل العنقود الأول مع الثاني نكمل العمل 1 2 3 نحكم دائما بنفس الطريقة كما حدمنا العنقود الأول نزيد السنسلة 1 2 1 2 3 نرحن في العنقود الأول ندخلها نتعلم والنسلة 1 2 نقلب العمل نقلب العمل ندخلها في العنقود الأول سوف نكمل بالنفس الطريقة سوف نكمل المرحلة الثانية سوف نكمل المرحلة الثانية ننتقل بعد نحفظ ماي سياغي نطلع بسنسة فيها خمسة نحكم في السنسلة هنا ماي سياغي ونكملوا العمل عادي هناك يكون عندك العنقود الثاني والثالث والرابع وهكذا على حساب الليكي حباتها او العرض لكي بغياته كي تكون عندك هنا السنسلة فيها أربعة أحكمي دائما الجزء العنقود الثاني مع الأول أو الثالث مع الثاني وهكذا تكون في الصف الأول والصف الثاني فقط يعني هذه الثالث والرابع والخمس ما نحكموش نخلوهم هكذا نكمل العمل بنفس الطريقة نعود نرجع لكم هناك نهاية هذه المرحلة نقف الثاني خدمت العنقود الثاني بعد ما نختم على نفس الصف الأول والآخر هكذا ندخلو نحمول ماي سياغي مباشرة كما بدينا بدينا ماي سياغي ودخلنا في السنسلة وبدينا نخدمو الثاني هنا شوفي حكمت ماي سياغي في السنسلة ودخلو مباشرة للمربع الآخر ونقف له العمل بهذه الطريقة أنت دائما كما ذكرت أدخيري الخيط التي تحبيها لحسب مقامتك أو لحسب ماك يحبه كما يكون العمل شوفي يعني العمل يكون بهذه الطريقة بعد ما نخدمه هنا العنقود هذا الأول زدنا الثاني والثارث ودائما نحكمه هنا في الصف الأول والثاني والانتقال من العنقود العنقود يكون بسنسلة فيها خمسة ماي سياغي سنسلة فيها خمسة دائما نحكمه في المربع رقم أربعة يعني العمل يكون كما ذكرت دائما نخدمه هذا الجزء العلوي لحسب الخيزانة أو الرف ثم نخدم العنقود ثم نخدم العنقود ثم نخدمه في نيسون ونحكم العمل مع بعضها من الأحسن أنك تخدمي الخيط الخيط السلك لماذا؟ شوفي العمل يعود معك وواقف شوفي العمل يبقى معك وواقف كما ذا كما ذا هنا بعد ما كملت العمل شبحته بالحشية تقدر تخدمي هذا المليبول يعني كي تكملي كامل العمل تقدر تشبهي هذا المليبول كما هكذا فقط بالخيط هكذا احنا تخدمي الداتا والله ومتحت كذلك تقدر تشبهي بالخيط هذا المليبول يعني حتى تقدرين بعض كذلك تنحيهم إذا زعمك حالوا ولكلا تعبدي تكتبليهم عادي يعني خاطر ما همش تسقين في العمل بحد داتهم بالنسبة لهذا العمل هذا العمل له فيه تقريبا 15 سنتيم يعرفون فيها ايه فيها تقريبا 15 سنتيم يعني إذا حبيتي تخدمي للرف الواحد يعني هشوفي عدنا هنا العناقيد عدنا واحد اثنان ثلاثة يعني تكرر العناقيد 14 مرة باش يكون العمل يعني يكون على حسب الرف اللي عندك في الخيزانة وكذلك تقدر يتخدمي هذا العمل تشبهي به السربيت الكبار بشكل الكبار لسربيت يعني تشبهي به يعني يتخدمي بعد تسقيهم عادي في الأخير أخوتي هذا هو العمل اللي خدمناه معكم خدمنا هذا العمل بالكوتو رقم 16 والكروشي رقم 18 وخدمنا بخيطة على السرق دائما أنا نفكر فيك فقط ونعطيك نصيحة أن تخدمي بالخيطة على السرق في الأخير لحط العمل يكون معك واقف بالنسبة لارتفاع هذا العمل هو في حدود 9 سنتيم في الأخير أخوتي هذو مطاق اللي خدمناه اليوم إذا عجبوكم مدى بكم دعويني بالإعجاب والاشتراك كنت معكم دعاء الرحمن إلى اللقاء ولملتقى أخوتي نحن ن�� معطيك اشتركوا في القناة